حبيبي بريب ثري كل سنوطيبين تعالوا نقفل البرتشم بتاع الترنج الجزء المكرر عليك في الترنج في الترنج الاولين الراجل ده المراضي ما قالكش ساين اكس ايكوال لا دا بيقولك الكوزاين سوريا الكوزاين انا عايز الانجل كنا احنا بتديني الانجل اجيب لك ساين وكوزاين وتاني المراضي بنعمل العكس كلمة العكس مقررة علينا السنة دي هنشتغلها بالكالكوليتور يعني انا هجيب الانفرس تعالوا كده نقول ثلاث حاجات لو اداني ساين وعايز المجر بتاع الانجل لو اداني كوزاين وعايز المجر بتاع الانجل لو اداني تان وعايز المجر بتاع الانجل اي واحدة من التلاثة دول هتلعبها بالكالكوليتور خب بالك بقى لو انا بقولك كوزاين الكوزاين في الكالكوليتور اللي هي موجودة عندك في الصفر التالت طب انا هعمل ايه هعمل حاجة اسمها شفت كوزاين يبقى لو اداني كوزاين كوزاين اعمل شفت كوزاين اجيب لك المجر بتاع الانجل لو اداني ساين اعمل شفت ساين لو اداني تاني طيب تعالوا كده نطبع مع بعض واحدة واحدة يلا شغل امتك وتعالى نمسك الاولى يبقى ادي يا مستر اهو شفت ودي كوزاين سوري شفت ودي كوزاين وتعالى نكتب النص عايز تكتبه فراكشن التحور عايز تكتبه دي سامل التحور اه ده هو فراكشن عشان ما نضيعش وقت ادي وان وهنزل داون اكتب تو واخرج واقفل البراكت واقول ايكول معاها بيه طيب في حد الالة مطلعتموش اجابة طب كلنا طلعناها عملنا شفت وهنا رش اسمها كوزاين يبقى شفت كوزاين الانسر طلعت كام طب ثانية واحدة بس خلاص نعمل ستوق نشوف كده حبايبي تعالوا كده نشوف فكرة تانية الراجل الجميل دا بيقول لي تو صاين ايكول تاني ايه دا؟ بحطي لي رشه في اليمين ورشه في الشمال وعايز يعرف الاتس كام دي جريم؟ طبعا دي مش الإجابة دا بس بقول كلمة دي جريم؟ تعالوا كده ناخد المسألة ونشوف هل ينفع حلها مرة واحدة وانا لازم اعمل خطوة خطوة اسمع لو سمحتوا ادي التو و ادي الصاين اش معنى يا مستر دي ميسنج؟ ملعبش معايا؟ لكن الجديد دلوقتي انك هتظهر لك أنجل ثيرتي، أنجل سيكستي، أنجل فورتي فايف هم التلاتة دول اللي هنكمل بيهم اخر حاجة في اليونت بتاع التريد، فهو بيقول لي تان سيكستي، يبقى انا هروح على الكالكوليتور اكتب كده، تان، هذا هو، تان، ادي تان، مفيش شفت اقوله لأ، وادي سيكستي، واقفل، وتعالا نقول ايكول، طلعتني كام؟ يبقى الجيش مهندس حمزة جدل تان سيكستي، رود ثري، انا لسه ما جدتش، طب ممكن نسمع وبعدين بروح للقالات؟ الجيش مهندس، خد ده لقدامين، وصاروا ده على الوقت، طب يا مستر، هل دي زي التلاتة ان احنا حلناهم؟ اقوله برضو لأ، لأ ليه؟ لو مفيش تو، كنت اعمل شفت صايم لروت ثري، لكن ده لمعاية تو، يبقى انا هعمل ديفايد الاول ولسه تبقى قادي صايم، رود ثري على تو، او دلوقتي هعمل شفت صايم لروت ثري على تو، هجب لك الفاليو بتاع اكس بالدجري، لقول التاني بروح بعد اسب حضرتك، انا بحاول اشرح، ما ينفعش تمسك آلة، وترجع بعد كده تخلينا عيد تاني، لما قول سيبي الآلة نسمع الكلام، الدرس ده طويل، جزئياته سهلة بس كتيرة، فلازم نحل كل الافكار اقول تاني، عندي اكس، معاها صايم، او كوزايم، او تاني، لما مش عارف ابتدي بيك، النهية التانية الناحية التانية، عندي تاني، ايه الجديد؟ في اخر درس مقرر عليك ترك؟ ان انا ممكن هلاقي انجل ثيرتي، هلاقي انجل سيكستي، هلاقي انجل فورتي فايف، مفيش تلاتة غيرهم؟ لا، هم دول بس، لما تيجي اي واحدة من دول، ابلغة صايم، كوزايم تاني، باشتغل على طول بالكاربوليتر، فرحت جاي بالتاني، طلعت لي روت ثري، يا مستر الصايم، مقدرش اعمل شفت صايم، عشان قدامها نمبر، أسمت عملت ديفايت، بقيت الصايم، ودي روت ثري على التوب، اي حاجة، اقول كده بقى، وصلنا لأول فكرة بدأنا بيها، اعمل شفت صايم، للروت ثري على التوب، طلعت لي كاما كابتن، ها؟ ساكستي؟ ايوة؟ شوك. نقول تاني، تعال كده يا مستر، نقول فكرة تانية، وانا حابب ان انت اللي تحل، مشانا اللي حل، انا هعمل شفت صايم، حباقي بيه؟ تعالوا نشوف فكرة تانية، الراجل ده بيقول لي two sine equal z، استنى يا مستر، طول ما هو فيه equal، وفي حاجة بعد sine، وفي حاجة قبل sine، يبقى لك إني بقول لك كده two x minus one equal z، كده دي اكويجن، يبقى دي كمان اكويجن، دي اكويجن، يبقى دي كمان اكويجن، احلها ازاي؟ زي محل دي، هتعمل ايه؟ دي اكويجن، الله علي، نبدأ بقى نركز واحدة واحدة، يبقى دي هعمل solve the equation، يبقى دي يا مستر، two sine، هاخد ال negative one يروح لي ايه؟ هل ينفع اعمل شفت صايم one؟ لا، لا ليه؟ لسا في توحن واوي، يلا نعمل divide، فيبقى add sine x equal half، هل ينفع دلوقتي اعمل شفت صايم half؟ اقول له ايه؟ يعني انت هبدأ تخلي جزء الجبرا مع جزء التريق ايه؟ solve equation، نقول تاني؟ نقول تاني، طب يلا كده بسرعة، انا معاك لان جزئيات التريق كتيرة، وانا حابب ان انا ما سيب لكش حاجة ثانية واحدة، برضو، حبيبي تعالوا كده نشوف فكرة تاني، الراجل ده قال لي تان تان equal، اقول له استنى، سيبك من النهينا مديني كام؟ مش احنا قلنا، لو بقول لك sine x equal، اعمل شفت صايم؟ كوزين x equal، اعمل شفت صايم، كوزين تان x equal، هتقول لي ما هدي مش اكس دي ثري اكس، انت مالك، انت كنت اعمل اللي قاله نبيل، لو انا بقول لك ثري تان وهنا عفريت او ارد، هو درو الثري، لو دي كده اعمل دفايت، لكن ده الثري لزقه في الاكس، يبقول للي انت قلته ده، اقول له لا مش وقت خالص، همان هاعمل ايه؟ هاعمل الطريقة بتاعتني العادية، هاعمل شفت تان للروت ثري، بس اخد بالك بقى، مين الموجود؟ ثري اكس، يبقى ثري اكس equal، وهشوف الانسر اللي تطلع لي من تان روت ثري، نقول لها تاني؟ طب يلا حباي، ثان روت ثري، سيكستي، مش كده؟ بص بقى، يبقى هنا، الثري اكس كلها سيكستي، يا عم هو عايز الاكس، شكرا للي بقى هاعمل دفايت ثري، تبقى الاكساب تاعتي تويت، نبتين؟ درس افكاره سهلة، بس كتيرة، كل نقطة ممكن تبقى فكرة جديدة، طب استنى يا مستر، لو كنا فهمنا انا سمح الله، ايوة ولا لا؟ درس افكاره سيكستي، طب تعالوا كده مع بعض نقول تاني، قل بقى لك يا وصد مصطفى ميت، لما نقول كوزاين، او صاين، تاني بالراحة، لو لقينا كوزاين، او صاين، او تاني، بس بشرط، مفيش قبلهم اي حالة، اسمع بقى، كوزاين نعمل ايه؟ نعمة شيفت كوزاين، ستوب، سيب القالة دلوقتي ويفها، شيفت كوزاين، لو صاين، شيفت صاين، لو تاني، للراجل اللي بعد الايكول، اروح رايحيني على قالتنا الجميلة، يلا يا مستر، شيفت كوزاين، هيقولوني احنا عملناها مت مرة، نعيد تاني، شيفت، وادي كوزاين، وانا هكتب الهاف بالدسامل عشان اخلص، وادي ايكول، طلقت كام حبيبي، بص بقى معايا، اللي بعد الكوزاين، كله على بعضه، سواء كان فراكشن، كان معاه نمبر، كان اردن سالسل، اخده، واقوليك وان سيكستي، دلوقتي بقيت ألجبرا، قولي يا برينزي، بس ستوب، نقول تاني، ده فراكشن، اعمل كروس، يعني اخد سيكستي تايمتو، تبقى الإجابة، هتلاقوها اخر واحدة، نقول تاني، نقول تاني، طب اسمع يا باب عشان عندنا كزا فكرة، عايزين بردو نقولها قبل ما ادخل على الدرس، بصولي على نمبر تين، يا طرق، فيها فكرة ولا كفاية؟ سانيا حبيبي